أعلن الجيش الأمريكي عن إطلاق جماعة الحوثي خمسة صواريخ باليستية صوب البحر الأحمر استهدفت ثلاثة منها سفيدة ترفع علم مارشال وقالت القيادة المركزية الأمريكية أنه تم الإبلاغ عن إصابة سفينة نقل البضائع لاكس التي ترفع علم جزر المارشال وتملكها وتديرها اليونان في قصف بثلاثة صواريخ لكنها وصلت رحلتها كما أفاد بيان القيادة المركزية أن قواتها نجحت في تدمير خمس طائرات دون طيار تابعة للحوثيين فوق البحر الأحمر